السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة مطبخ مريم اليوم سنقوم بقلب اللوز على طريقة التقليدية وطريقة القديمة بلا زيت وبلا حلب وبلا البن وبلا ياوخت بجوز الهند ستشوفوه معايا يجي بنين بزاف لتنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس وتفضلوا ونشوفوا المقادر نبدأ بسم الله هنا عندي كيلو من سميد خشين تشيشة عقل باللوز نوريه لكم عن القرب عندي كيلو وهنا عندي 700 غرام من السكر العادي المفروض هنا عندي كيلو ولكن نقص منه 100 غرام عوضها 100 غرام جوز الهند الي تحب يكون جوز الهند يكون اقوى نحي 100 غرام من سميد وتعوضه 200 غرام من جوز الهند هذا هي المهم نبدأ نخلطه كامل هاد المكونات الجفة مليح حتى السكر يعود ميبنش يعني مع السميد نخلطه مليح هنا عندي نصف كاس من المظهر والكاس هذا هذا الكوب ساعة 200 مليلتر هنا نخلط باصابع الايد يعني قلب اللوز غير باصابع اليد كاملا تشاهدوا هنا كأنهم كتفتلون في الطعام لا يجب شمخ كثير وانما يجب شوية اميد يعني نبلي لبارك حاجة خفيفة خليته ارتاح هذا بلا ما يرتاح بلا ما يبات بلا واول خليت رتح يا ربي 20 دقيقة بارك ومعود نحله نفتحوا مليح كاملا تشاهدوا بها الطريقة وهنا راح نضيف له كاس مازهر و كاس ماء و هكذا كما رأيكم نشوفو نزلت لول تانيك الكاس تاع الماء و نبدأ غير بصبحتين ندو و نجيبو كما رأيكم نشوفو حتى نتحصلو على هاد القوان نجي تقل شوية كما رأيكم نشوفو هكذا نشوفو و نشوفو انا نلمو على جهه كما رأيكم نشوفو باش نخليه تانيك يرتاح للمرة تانية هاكذا كما رأيكم نشوفو نغطيه و نخليه يرتاح لمدة 4 ساعة لأكتر بعد ما ارتاح رأيكم نشوفو و خرج لي هاد العسيله هادا هو السر للقلب اللوز نجاح تاع القلب اللوز هنا هيا شوفو معايا لازم نخرج لكم هاد العسيله هنو تعرفو بالسكر تحكم داب وتحول العسيله كما رأيكم نشوفو و برك النصيحة لشتو هاداك العسيله خرجت بيضاء عارفو سميد التحكم ما هو مليح تعرفو هنا يا بللي يعني سيتعجن لكم المهم بعد ما اخلطوا مليح دخلت هاداك العسيله فيه هنا عندي سنواتاعي لكو ازدهنتها بالسمن و القطر تاع سنواتاعي في هاد الكيلو تاع السميد هو ربعين سنتيمتر باش الاخوات ما يغلطوش هادا هي نجيب مقلب اللوز التاعي كما رأيكم نشوفو نشوفو نحطوه هنا يا بالنسبة الاخوات المغتاربات انا نصحهم اللي ما صابوش تشيشة قلب اللوز يلقاو لغناغ بصح موين لصويمو الموين تاع لامرك لغناغ هو المخير يعني للقلب اللوز هنا كما رأيكم نشوفو نسوي مليح ستاعي هاكدا نصخن الفرن طبعا على ميتين وثلاثين دراجة من فوق ومن تحت تقدروا تديره من فوق ومن تحت هنا نرشق حبيبات تعلو استعايد تقدروا تستغنى على حبة اللوز من فوق هاكدا كما رأيكم نشوفو ندخلها أنا للفرن حتى تشوفو كامل يعني الاخر الأطراف حمار وخدة واللون البني الغامق من بات تشعلو الهام الفوق يعني الاخوات اللي ما عندهمش فرن من فوق ومن تحت تشعلو الهام الفوق باش تحمر واللي عندها من فوق ومن تحت تشوف بلي غير طلع بركسنية وشوية باش تاخد هذا اللون البني هذا الغامق خليكم هنا مع المقادير المكتوبة وبعد ما يطيب ان شاء الله راح نرجع لكم هاوليك أخواتي بعدما طعب القلب الوستاعي كل واحد كيفش يحبو ان نحب الطرف يكون شوية هكدا محروقين يعطي بنا خاصة كل واحدة ودوقتها المهم العسيلة التاعية راك شفتو كيف جدرتها لتر ونص من الماء 500 غرام من السكر وعصر قارس ومع الله خرزي دونها مؤزوج مغارفوها ثلاثة تاع مزهر ودخلوها فوق النار لمدة 12 دقيقة المهم اكيد طبعا السر هنا يجب يكون شربة بارد جدا والقلب اللوز غير يخرج منا من الفرن من الفرن عفوا مو باشاة انتوا تسقوه وهاوليك القلب اللوز تعنا راه وجد كيفش يجي دهبي من الداخل واللون تعووا من برا كما راكم تشوفو هاي الولماداق بجوز الهند ما نحكي لكم شاني بنا وحدها نتمنى انكم اخواتي تجربوه اللي عندكم اي استفسار ولا اي سؤال ما تنسوش تخلوه تحت في خانة التعليقات وقلكم تهال الله في روحكم وصحة في طوركم الى المنتقى ان شاء الله السلام عليكم